على هذه الجهود في تققية هذه الفعالية مشاهدين الكرام موضوعنا الثالث في حلقة اليوم من برنامج شيء الظاح رح يكون موضوع طبي ومهم جدا وحساس أيضا فخلكم ركزين في هذه الفقرة رح نتكلم اليوم عن ظاهرة سقوط القدم ويد نسمع عنها لكن البعض ممكن ما يعرفها بشكل كبير لذلك اليوم يسعدنا أن صديف الدكتور محمد ماجد السشاري أول في جراحات العظام في مؤسسة حمد الطبية اللي رح يعرفنا أكثر عن هذا الموضوع دكتور نسعد بتوازدك معنا في برنامج في الظاح صباح الخير أحنا صباح الخير بدايتا دكتور نبي التعريف الطبي لسقوط القدم التعريف الطبي لسقوط القدم هو أن المريض ما يقدرش يرفع القدم وهو ماشي فطبعا ممكن طبعا لو في حالات بتبقى سقوط القدم جزئي يعني يعني مش قادر رفعه للآخر وفي حالات بيبقى سقوط كله القدم فطبعا ده ممكن يعمله مشاكل في الحركة طبعا هو ماشي ما يقدرش يمشي ممكن يتعثر يتعثر لو هو مثلا مش قادر يرفع رجله فوق فطبعا ممكن يقع فالحالة هذه وقتية ولا تستمر مع المريض اللي يعاني من سقوط القدم ولا تجي لفترات وتروح والله هي ممكن تكون وقتية وممكن تكون مستديمة تابع الإصابة جميل فلو هي مثلا واحد مثلا عنده إصابة في العصب مخبوط مثلا في يده وقاله سقوط مخبوط مثلا في رجله سوري وقاله سقوط في القدم بتاعه ممكن العصب يرجع تاني بعد مدة معين أيها فالمريض اللي يعاني من عرض من هذه العرض يرجع الطبيب على طول ولا ممكن في بعض الأمور التكنيك اللي يستخدمها في البيت ويلقى الشفاء مثل ما يقولون لا لا مفروض طبعا أن يستشير الطبيب فورا على طول كل الحالات تستوجب تدخل مباشر من الطبيب ولا في حالات ممكن يكون علاجها بسيط لا هي معظم في الأول خاصة عشان نعرف الموضوع ده لازم نعرف أسباب سوء القدم أسباب سوء القدم ممكن تكون غالما بتبقى إصابات بتبقى إصابات الإصابة دي مثلا ممكن يكون كسر مثلا حوالينا العصب اللي هو بيغزي العصب اللي هنا بيغزي اللي هو بيرفع القدم لفوق دي أشهر الإصابات بيكون إصابة هنا في أعلى حوالينا الرقبة يعني أو كسر في الحتة دي ممكن يكون كسر في الحوض يكسر الحوض على قدم ممكن يكون كسر في الحوض العصب اللي بيغزي اللي بنرفع به القدم لفوق طالع من الضهر من فوق وبيكون العصب وينزل في الرجل ويمشي ورا فممكن إصابة حوالين الرجبة ممكن إصابة في الحوض كسور الحوض مفصل الفخد بالذات ممكن إصابة أثناء عمليات جراحية مثلا في الظهر فأيا كانت الأسباب بتشوفوا وممكن بقى حاجات تانية مثلا مثلا عنده شلق الأطفال مثلا من صغره واحدة مثلا عنده جلطة دماغية ممكن يعمله بعض الناس بيعندها أمراض العضلات بقى نفسها يعني العضلة نفسها فيها أتروفي أو ديستروفي نسميها دكتور الحالات اللي موجودة في سقوط القدم كلها واحدة ولا تتراوح خطورتها وتتراوح حتى مدى قوة هذه الحالة حالة سقوط القدم بين مريض وآخر يعني في مثلا سقوط كلي لو العضلة مش شغالة خالص العضلات اللي بترفع القدم الفوق لو مش شغالة خلاصة فيه سقوط كلي هتلاقيه ماشي مش قادر يمشي لأن رجل بتطوع على تحته مش قادر يرفعها لفوق هو ماشي لكن في حالات بتبقى مثلا العضلة ضعيفة أيوة يعني يا إما مش شغالة خالص سفر يا إما شغالة بس ضعيفة تكون ضعيفة تكون ضعيفة هل تلجؤون لأتدخل الجراحي بالنسبة لهذه الحالات ولا فيه علاجات أخرى لا إحنا في الأول خالص لو هي إصابة مغلقة لو العصب مش مكشوف يعني مش قطع لو قطع مباشر في العصب ده لازم يتخيط لازم بعمليه جراحية لكن لو هو مش قطع مباشر في العصب مفيش حاجة فده بنستنى عليه شوية بنشوفه لأنه ممكن تكون زي ما راح مثلا تخبط في دماغه بيجيله مثلا اللي بنسميه لو استنينا شوية بيرجع العصب كذلك هنا ممكن في بعض الناس بترجع العصب بيرجع تاني لو هي مقفولة مش قطع كامل في العصب جميل خلنا نقول احنا ذكرنا الأسباب اللي هي تكون كسرنا وعما في هذه المنطقة اللي انت ذكرتها أو حتى في الحوض أو الظهر هل في أسباب أخرى أيضا قد تكون بعيدة عن الحوادث تسبب هذه الظاهرة ممكن أثناء العملات الجراحية لو مثلا بتعمل عملية الجراحية مثلا تغيير مفصل للرقبة لمريد وهو رجله فتح البرة لو صلحته كامل ممكن تشد على العصب فيجيله سؤوط في القدم بس ده ممكن يكون ممكن يكون وقتي ما يكونش دائم مستديم عملية تغيير مفصل الفخت العملية الصناعية ممكن لو طولت الرجل زيادة شوية تشد على العصب هذه بالنسبة للحوادث مثل ما ذكرت وحتى بالنسبة للعمليات لكن هل في طرق جلوس معينة قد تكون خاطئة أو تمارين معينة خنانجو القاسية تسبب سقوط القدم لو واحد مثلا ضغط على العصب في المكان ده وحوالين الركبة هنا لو ضغط عليه واحد مثلا نام وحط رجله ممكن طبعا ممكن تسبب سقوط قدم ممكن تسبب سقوط قدم طبعا في حاجات تانية مثلا التهابات العصاب أو كده طبعا عندنا مش كومل في البلد الإسلامية لأن ما فيه شرب الكحول مش كتير لكن أو يعني حرام يعني أيها لكن بره مثلا ممكن البشراء بكحول كتير ممكن يجيل والتهاب في العصاب نتيجة الكحول زيادة في العصاب خلنا نقول طرق الوقاية من هذه الأمور نذكرنا حتى في نوع طرق خاطئة في النوم وطرق خاطئة في ممارسة الرياضة والجلوس فشلون واحد يقي نفسه من الإصابة في هذه الحالة وطبعا يتجنب أي وضع هو نايم فيه ومش حاسس فيه ضغط جامد على العصب بس هو ده وقال وحيدة عموما يبقى صحيا محافظ على صحيته عشان ما يتعرضش للتهاب العصاب أو كده يعني أكله متوازن بيأخذ فيتامينات كفاية الفيتامينات المهمة للعصاب يعني مثل إيش دكتور الفيتامينات المهمة للعصاب به به واحد وستة واثنشر هم الفيتامينات وموجودة في إيش دكتور والله موجودة في معظم الأكلات يعني طبعا الفواكه الخضر اللحوم برضو فيها نحن الواحد يحرص على التنوم المثال الأكل الصحي الأكل الصحي بشكل عام والبتعاد نوعا عن الأمور اللي فيها دهون بشكل كبير دكتور هل هناك فئة عمرية معرضة للإصابة بسقوط القدم أكثر من فئة عمرية أخرى ولا الموضوع متوازن من كل فئة العمرية والله هو بالنسبة للإصابات ما فيش فرق طبعا لأن أي واحد ممكن يتعرض للإصابة الكسور يعني يعني بالنسبة اللي هي إصابات العصر أو سقوط القدم اللي جاي من من إصابة أو كسر أو كده فده ما فيش فرق من سن و سن بس هي أكتر في الكبار يعني الصغيرين دائما ما بتبقاش كتير فيهم يعني بالنسبة للأطفال مش كتير فيهم بعد العلاج دكتور هل يلجأ المصاب لعلاج طبيعي على سبيل المثال طبعا العلاج بتاعه أنه بيعنده سقوط في القدم فبنده جبيرة خلفية جبيرة خلفية بيلبسها في المراحل الأولى إذا رجع بعد أن أعمل له تخطيط أعصاب بعد 6 أسابيع إذا رجع العصب خلاص أوكي بنشيله من الجبيرة دي في أثناء هذه الفترة بيعمل طبعا علاج طبيعي لازم آه لازم افرض أن هو مش هيرجع العصب لازم يعمل علاج طبيعي عشان يحافظ على مرونة المفصل مرونة المفصل وممكن لو العصب هيرجع لازم المفصل يكون متحرك وإلا ساعتها يعني هيختلف كفية العلاج لو المفصل متحرك من لا هل ممكن ترجع للحالة بعد ما يتشاف منها على سبيل المثال بعد وقت معين غالبا لا غالبا يعني لو هي مثلا التهاب عصاب ممكن طبعا ممكن ترجع للحالة مرة أخرى ممكن لو هي نتيجة التهاب عصاب لكن غالبا الحال دي بتبقى سبتة نحن تحدثنا عن العلاج هل هناك علاجات متعددة لسقوط القدم ولا هو علاج واحد يقدم في مراكس لا طبعا أول حاجة العلاج اللي هو التحفظي اللي هو يلبس جبيرة وانتبعه نشوف طبعا لازم نحدد السبب الأول تمام لو هو مثلا سين نسفيه ضغط على العصب في الوقت ده بيحتاج مثلا جراحة للتسليك العصب تمام أما إذا كان هو خلاص تأكدنا أنه أصابة كاملة للعصب ومش هيرجع فيا ما بيلبس الجبيرة على طول أما بنعمله حاجة ما نقل أوطار اللي هي بناخد وطر من تحت من رجله من تحت وبننقله قدام يعني بنستلف وطر من وراء يعني وطر بيقوم بوظيفة تانية بناخده نحطه قدام بحيث أنه يفضل يحافظ على الحركة على أقل تقدير يحافظ على الحركة عشان يحافظ على الحركة وفي الحالة دي بيبقى هدف العملية أنه يستغنى عن الجبيرة هدفه أن يستغنى عن الجبيرة أما لو ما عندوش أوطار خالص بزيت نائل فبنعمله تسبيت للمفصة جميل دكتور خانت أحدث أكثر عنكم في جراحات العظام من مؤسسة حمد الطبية دوركم العلاج اليوم مع حالات سقوط القدم والله إحنا منشوف حالات سقوط القدم يعني منشوفها كتير في المستشفى بنعليك زي ما قلت حالتك بنبدأ معها بالعلاج التحفظي بنديهم علاج طبيعي بنعمل لهم تنشيط للعصب مع العلاج الطبيعي بعد كده بنعملهم تخطيط أعصاب لو الحالة ما رجعتش مثلا بعد 6 أسابيع 3 شهور تبع الطايم المتوقع أن هي هترجع فيه وبنعمل نقل الأوطار بنعملها برضو بنعمل تسبيت المفصل لو احتاج العين تسبيت مفصل بنعمله تسبيت مفصل بنعمله تدخل بنعمله حتى تدخل الجراح هل عندكم جانب توعي على سبيل المثال النقاط البسيطة اللي احنا ذكرناها في عملية النوم وحتى وضعيات التمارين ووضعيات الجلوس هو طبعا الواحد اللي لازم يأخذ باله هو قاعد أنه ما يضغطش على العصب العصب اللي هنا حوالينه الرجبة هذا العصب الرئيسي لو ضغط عليه مدة خلاص ممكن يحصل صوت في القدم ودي طبعا مشكلة احنا قلنا هو عنده صوت في القدم الريدي وإحنا نصحناه بالعلاج الطبيعي يتابع لعلاج الطبيعي لأن العلاج الطبيعي المعلومات الطبية بما يتعلق بسقوط القدم والله يكافينا وإياكم الشر شكرا لك دكتور العفو احنا ننسى مشاهدي الكرام بعد الحديث عن الجانب الطبي راح ننتقل إلى معرض انتقالي يسمى في المؤسسة العامة للحيي الثقافي كتار نتعرف على هذا المعرض ونرجع لكم في ختام حلقة اليوم برنامج في الضاحة